السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا وسهلا مشاهدي ومتابعة قناة الحرية في فلو. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير معكم الصناهجي. في هذا الموضوع هذا غضي نتناولو فيه واحد الخبار جديد. اه كما كان عارفو. اه نهار الاربعاء الماضي عقدة اه الحكومة المغربية واحد الاجتماع دي هلا. احنا المهم اللي تهمنا في هذا الاجتماع هو الخبار اللي جاء بخصوص التغطية الاجبارية على المرض. وكذلك الحماية الاجتماعية. الحماية الاجتماعية هي التغطية الصحية والتقاعدة. عز اخنوش رئيس الحكومة المغربية. اه نهار الاربع سبعتاش اه من هات الشهر يعني نوان بير. اه وعد بتنزيل مرسيم تطبيق القانون المتعلق بالنظام التعمل الاجباري الاساسي على المرض. وكذلك وعد بانشاء نظام لمعاشات. يعني التقاعد. التغطية الصحية والتقاعد. اه الخاصة بالفئة دي المهنيين والعمان المستقلين. والناس الغير وجراء اللي كيزاولوا واحد النشاط خاص. وقال لك باللي رأى ثلاثة دي الملين شخص غادي يستفدوا من هاد التغطية الصحية في اطار ورش تعميم الحماية الاجتماعية. وبنكن تكلموا اه هاد الورش رأى ورش ملكي تعميم الحماية الاجتماعية التقاعد. اه التغطية الصحية. وهذا في الحقيقة هادرة تكرار الحكومة السابقة. يعني ما كانش لحد الان ما كانش هناك جديد. فقط تكرار التصريح اللي ديجا داز او ديجا سمعناه من الحكومة اه السابقة. انه غادي تكون اه غادي تكون تعميم وغادي تكون وغادي تكون وغادي تكون. اكد اخنوش كذلك خلال ندوة صحفية اللي سبقت من عيقاد الاجتماع الاسبوعي اللي ذكرناه لمجلس الحكومة ان الامر كيتعلق بالاشخاص الخاضعين للنظام المساهمة المهانية الموحدة. يعني كما قلنا لكم الناس اللي اه تهمهم هاد الامر هادا هم الناس اصحاب المساهمة المهانية الموحدة. يعني الناس اللي دخلين في الضاربة الجيزافية او النظام الجيزافي. ماشي المحاسباتي. وكذلك سيكون بامكانهم اداء المساهمة ذي لهم انطلاقا شهر دوجانبير المقبل. على ان يشرعوا في الاستفادة غادي يستفدوا من نظام تأمين الاجبال على المرض في الشهر المقبل. يعني شهر دوجانبير غادي يبدوا يخلصوا. والشهر اه اه انير غادي يبقوا يستفدوا. المشكلة هو ان رئيس الحكومة وقيل لما في خباروش بان الناس هذي رأى عموية تخلص يعني بدات الخلاص. مشي عاد غادي تلدو جانبير عادة يبدو. رأى الناس بدات تخلص هاسي عزيز. هاسي رئيس الحكومة رأى الناس بدات خلصات. كين اللي يخلص عام. كين اللي يخلص اه ثلاثة ديال اللي تريميست. وكين اللي يخلص الجوج. وكين اللي كيتسنى غير تفعيل ديال تطبيق ديال هاد القانون ويخلص. قال رئيس الحكومة كذلك في نفس صريح انه وحكوماته غادي يعملوا على تنزيل مراسيم التطبيقية لها هاد الورش المالكي الكيبير. يعني غايديروا انظمة باش يطبقوا هاد الشي وهاد الشي اللي ناقص اه من التاني بشي ونسووا الموظفين ديال السيني سيس يقول لك اودي ما عدنا شي مراسيم تطبيقية ما عرفناش كيفاش نطبقوا هاد الشي. يعني رئيس الحكومة في صريح دياله وقالك غادي روح للجنة ويزارية وتقنية كتصر على قيادة وتتبع الانجاز. اللي اشكال اللي عند اه رئيس الحكومة هو انه ما فاهمش باللي هاد الصريح رأي كان ديال العتماني. رأي الحكومة ديال العتماني سباق لها الصرحات بحال هاد التصريح هادا. والمشكلة هو انه خاص قوانين تنظيمية اجراء اياه باش تطبق هاد الورش المالكي. ما محتاجينش لهذا الناس رأي خلصوا تبغى تستفد. اخ نوش اذكر ان التجار سيتمكنون من اداء المساهمة ابتداء مشهر ينناير وفبراير على التوالي. والسيازي. رأي الناس خلصات. رأي الناس خلصات. رأي خلصت تستفد. دبا الناس اللي خلصت خلصت تستفد. باش الناس اللي ما خلصوا شي تشجعوا ويخلصوا. اذا الاهم رأي الناس خلصت تستفد. وخلصكم انتم تكونوا مثال. على اه الايمان بالمبادئ. والوعود. الوعود ديال الحكومات. احنا كان عرفوا رأي كل الحكومة كتورة الملفات ديال الحكومة السابقة. وبالتالي رأي انتم ما ما عرفيش اصلا هاد الملف ما عرفيش باللي الناس رأي بدأ تخلص وهذه الطامة الكبرى. هي انكم انتم ما ما متبعيش الملف قاع. هاد الورش الملاكي اللي ذكرتو انه ورش ملاكي. هو فعلا ورش ملاكي. منتم ما ما متبعي الناش. هذا يدل على انكم انتم ما اصلا ما ما امنينش بهذا الورش هذا. والا على الاقل تعطي واحد الاشارة او الطم انه هادو كل الناس اللي خلصوا. دابا الناس اللي خلصت فيه غا تمشي. واش تعاود تخلص في دجانبير ولا كيفاش. وانتم ما ما شرتوش في تصريح ديركم لهذا الشي. اذا رخصكم تراجعوا السياسة ديركم تجاه هاد الورش المالكي اولا. وتجاه المواطنين وهاد الفئة اللي هادية الفئة دي المهنيين والحرافيين والتجار اللي اه لا حول له ولا قوة. اما نطلقوا الشعارات وانطلقوا البرامج وبلا من نتبعوها وبلا من عرفو ولا تجيوا تقول لنا را غازين ديروا اللجنة ديال التتبع واش احنا بغينا اللجنة ديالتتبع. راه الورش رايح باين وواضح رايح ما بغينا اللجنة ديال تتبو رايح بغينا التطبيق بغينا المراسيم التطبيقية هي اللي محتاجين ليه وباليو بيها الناس كتنة دابة بغت تستافد الناس خلصت وبغت تستافد وما بغت لجان مراقبة ولا هذا الشي ديال اه الاسماء اللي ما هي والو اه ما عنداش تأثير على ارض الواقع لجنة التتبو لجنة القيادة هذا شراسي عزيز الناس رايح ما تعرفوش تعرفو خلصو خلصو يستافدو وتاني حاجة الناس لي ما خلصوش رايح فعلا لانه ما كانوش تايقين في الحكومة المغربية ما كانوش تايقين فيه لانه انتوما منزلتوش لورش الملاكي كم ما يجيب وهانتوما كتف تصريح ديالكم كتبينو باللي رايح انتوما ممتبعيش الميلف لاش غتديروا اللجنة تتبو انتوما اصلا الرأس ديال اه الحكومة رايح ما متبعش الميلف وما عارف فيه اذا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الى الطاحف يدك هذا الفيديو وسمعت لهذا الفيديو كامل وصلت تل هنا فانت من المحظوظين وانت من الناس اللي يقلبوا عن المعلومة وانت مو ناضي الفد ما عليك الا تبرتاجي هذا الفيديو هذا مع الاصديقاء ديالكم مع الحرفين مع المهنيين مع التجار دمتم سالمين واللقاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة